عرفت البنات كان مرض من الداخل فش كان بغير نمشي كم مخيفة انا غير نخليها الضمار ديالي ما بغاش ما بغاش ما بغاش ما بغاش يبرد الجميلات كيف ما وعدكم حنا رجعت معكم في الجزء الثاني ديال القصة ديالنا عرفكم متحمسات ومبغين تعرفوا بضبطة شنوقها فهذا القصة قصة البنات واعرة ديال بالصح هذا كشي علاش ما غنزيش نطول عليكم وندخلوا مباشرة في الجزء الثاني غير هو قبل قلت من هذا القصة بالضبط ضروري مخصص تشوف الجزء الاول باش فهم بزاف ديال الحاجات المهمة حتى الاغذالة ديالي هنم غنزيش نطول عليكم وندخلوا مباشرة في الجزء الثاني ديالنا قلت كان حس انني حتى أنا بضها خسني ندير شي حاجة عيت ما نغمض اينيه وعيت ما نقلوا انا مالي وضروفي وهناي البنات مقترتش في واحد النهار قلت وراجة فوق الطبلة وقلت بالنظر معك وقلت له خالتي قري بجلما.. كيف وقفت معنا؟ كيف كنت تعطينا؟ كيف بزعم؟ هي الواحدة اللي لقينا . في البداية ديانه هي الوحيدة و الوحيدة اللي لقينا هي اللي عرست لي هي اللي فرجت لي هي اللي تدارت في مكان الذي كانت يدبحها هي اللي تجيب ..قلت لي خالتي اخيرها مشي قليل وفوق منها تشي كامله وولد الناس اليوم الدنيا و غدا الاخرى إلا بغيتي شيء آجر غادي نوقف عنويةك مع هذيك السيدة و غادي نهزوها و نجيبوها عدنا قل يا شكت خار بقي قل يا سمعيني أنا ما كافيك شك 200 درم نعتك 300 درم نعتك حتى 500 درم بخيرها سابق و لكن باش نجيبوه هنره مسؤولية و فوق من هاد الشي خالدك سبارك الله ما شاء الله علي وش انتي قدي عليا حتى نكون صدعي وفوخالتي سبارك الله كانت زعمة عامرة واحد شوية المهم كل هادك الشي سوقي أنا كنت أقول ابقان انت وافخ لي الي حاجة واحدة انها تجي و سقلس معنا في الدر قلتوا عدئ هذه الميتين درهم ما تبقى شعطيها لي انت ما تحرف حتى شي حاجة من غير الماكلة الماكلة اللي كتصرف على الدر وصرف هذا شي اللي كتصرف ما تزيد حتى شي حاجة ذك الشي لقسم الله غا ناكلوه معاها وانا خالتي انا غنهزها و انا نخرقها و انا نلبسها و انا ننقسها و انا ننديها الحمام و انا نديها الطبيبت لم يطمس و جلق في وقفوانه هذيك البراكة غيرو لي نشيريها بها دواها والطبيب ديالا ودك الشي وانا غادي نتكلف بيها قال لي يا شوفي المسئولية يا ما المسئولية كلو شوف المسئوليتها علية وانا اللي غن تحملها كاملة انت غنطلب منك حاجة واحدة هي انك تدخل تعامل معها مزيان بو تتقلس معها قلس ما بغيتش دخل البيت كورا دخل الصالة مهم هذيك خالسي انا ما نقدرش نفرط فيها وما نقدرش هكا نخلي هكا تلاوح في مكان مشي كالقا كل شي كيتشكا انا غنهزب سناني حتى يقدموا الامانة اماتو رجلي في الول كان متخوف وكان ما بغيش وكي يقولي يا شوفي نعطي الفلوس بالحق تبقى هكاك ولكن مش نجيبوها ردك شي صعيب ما دك شي صعيب والعائلة ما العائلة كتلو العائلة احنا بعيدين عليها وهما كانوا بغين يتفكوا وانا كنت كان شوفها شي مزيان وهما كانوا بغينها فاش كانوا تعطي الفلوس وفاش كانوا كامل يتجمعوا وكي زردو وكي يمشي وكي يلقاوا الحوالة مشويين والمساطر كانوا يعجبهم الحال خطبتي عندها ولكن هالي مرض كانوا يتجمعوا الليماخ وهم يتجمعوا عن مكينة الامة مميكو وكي يجبونها فش كامل يتجمعوا مكان اخرى ليس نحن ماتوسي وانا كنت خلقي خلق التشارع للعممان وكاننيت خلقات الفلوس وانا كنت يتجمعوا الامة وانا كنت صعبت لانا كافيرا لانا كنت لا تشارع القهر تجمعوا هل كان والده بالفتح؟ هل يمكنني ظهري؟ هل يمكنني ظهري؟ هل يمكنني أن أعرف كل شيء كان يتسلس من هذه الحالة؟ المهم ما علينا بقى تبع حراج لي تبع حراج لي تبع حراج لي ونطلب ونزاوغ وندر الخاطر ونبص الرأس ونبص الرجلين ونقول لي شوف ندر فيها هذا الخير ما عمرني يا ولد الناس ما ننسى وفوق من هذا الشيء سوف يوقف معنا وشكل يقال لك نشي نهار ثلاث لقلي هزاك ودل الخير ونساه وربي رمي الفوق يشوف مهم قد كان عمر لي فراس ونطلب ونزاوغ وهذا حتى نهار اللي قال لي يا واخا نزينا الطموبين ومشينا طايرين وصنلت أمه وقلت هل أم ما يمتي؟ أم ما يمتي دخل عالت وقلت لي يا بنتي؟ غادي جبتي ستعر راسك وراجلك ما يقبلها شابنتي يا راجل صعيب خليها ما خليها قلت ليها أم ما يمتي كيفاش بغتنا نخليها شوفي حالتها مسكينة كيفاش ولات؟ قلت لها أنا خالتي هزتني وأنا صغيرة وما أمرني من سجع هذا كشيري درس محايا قلت لها غادي نهزف سبيله ما بغيت حتى شي حاجة أنا أعطيوني غير الفلوس باش نشر لي هاد دوانت يا راكي عارفة يعني حنا رأي ماشي شي وحدي اللي لباس علينا أرجلي موضب وكنا نرى يا الله مكافي مع المصارف ديال الدار ومع الكرحة لديك ساعة ما كانش عندنا الدار يعني يا الله مكافيين مع الوقت قلت لها هذيك الالف درهم اللي كانت كادش مععت لي عن 16 فريال حيث مئتين درهم دي قالت لي يا واخ المهم هزت خالتي ووديتها معايا خالتي مسكينة فرحات وعجبها الحال كاملة وهي كتر ديالية وكتحسي بها من داخل ديالها مراضياش على هذيك العيشة اللي عايشها ها حال من المرة فاش كنت كان مشي وكتبقوا نهزفها ونحط فيها كتقولي نكرف السكم كونا غير مت وكان قولها خالتي ما تقولي شاد الهضرة خالتي الله يطول لك فأمرك عليش تقولي هاكا احنا القلسة معاك هي الحياة الصراحة خالتي رازع ماما عمرها ما تسعوت انا قلت ما حرفت كيفاش ولكن قلت عزيزة عليا كسر من المي معستها خاصة 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 المهمة البنات ديتها معي للطهر دخلتها دوزنها هذيك الليلة مهم لغدليه راجلي كان صراحة يتعامل معها عادي انا كتكن نوت مع الصباح كانت صفت الراجل الخدمه الدراري وكان مشي عندها اللبسها ونقادتها وندليها رويحها ونقادت لها تحت من حالتها كاملة بلاسة اللي تمسح كان بمسحها وبلاسة اللي خاصها كنتها وخاصها الطال كان ديروليها باش مطيبش ليكوش من نهار اللي جاس عندي لضرحيتهم ليها كونت وسط النهار ديريها الكريسي ديالها فين كدير هاداك الشي كان هزة ونحطها وبالليل حطة تليفون حداها وكان قولها غير صون عليا النوض ونجي عندك نديك للطوالات مهم مبقيتش نهائيا كان ديلا ليكوش حينت ليكوش كان هي اصلا ما كتحم شو كانوا كيطيبوها يعني حاجتها كانت كتعيط لي وانا كنهزة ونحطها وخا كانت ثقيلة كنت معافرة وكان قول ربي غادي اعطيني الصحة راجلي ما عمرني ما كتلي له هزة لحطة ولكن صراحة كان كيشوفني معدبة معها كان كيهزة معايا وكيحطها معايا المهم كنت صح كان حاول انني انتهلا فيها نهار وما طال ونام حطة معاها نهزة معايا الصالون ديال معايا الكوزينة فيما كنت واقفة كان وقف عنوياها وخالتي كانت حنينا كنت عنويا المهم المهم عايشين وكانت احساسا وكانت احساسا وكانت اخبطتنا وكانت ادخلني البيت بالنسبة لها وانا كنت سأقوم بالنسبة للمشاكل من الرجل وكانت اخبط بديها وكانت اخبطتها معايا مرة لا يهضر ونحن احساسا طبيعي تكيدخل البيت. معا نقول شكم ان هذيك خالتي ما برسطاتنيش بزهر. الحاجات كنت نديرهم ما بقيتش نديرهم. كنت كمشي الجامعة ما بقيتش كنمشي. ما بقيتش يعني ما بقيتش عندي الوقت للصحابات للجيرا اللي حتى شي حاجة. مقابلة غير الدر ما كونش كنقدر نخرج ونخليها. إلا خاصة نتقدر كنخلي معاشي واحد من دراري. نمشي نتقدر بالخاف ونجي. إلا بغنا نخرج دائما كنديلها حساب. وليس كندير بزهر في الحسابات على قبلها. ولكن ما كانش زمن فقوصة ولا. كنقول دنيا هانية. خالتي هادي بحل ما يمتيك براتني. ما خلس ما دارت ومن غير هاد الشي. السيدة كانت درويشة وكانت كتتتعامل مزيان مع كل شي. وخيرها سابق وتلس بها الزمن. ممكن ليش اللوحة. المهم بقيت هزها عندي. وصابرة أنا وهذاك الراجل وغادي مع الوقت. هادك الشي اللي كانو كسفته لنا ما بقاوش كسفته. قلت بقيت 4000 ريال. فقالت له صافي مصبقة وتعطيوني غير تقار. وليس اعناو هذاك الراجل بهزن هاديك المرأة. بسرنا كان اقسم مصاريف ديال الليكوش. ونقسم بزيب ديال المصاريف. وقابت لدي غير دواها. وكانت مره في ثلاث شهور كانت تشوفها. المهم كنا نعيشي الحمد والله. بخير الراجل كانت أعطاني انا فلوس المصروف ديال الدار. و قلت انا اللي كان علىك بلسرف بشيء حاجات في المصروف ديال الدار كنت حييتهم باش والتي كانت حييت الفلوس ديال الدواء المهم بقيت مقاتلة مع خالتي في هذا الوقيته عائلت راجلي من الطرف كل شي يلوم و يقولي اجدك لهذه المشاكين و ساحتك ستنزال على مال خالتك ما عنده اولاد و ادنوبها على ولدها و انت شنوليك و يدوم مع راجلي و يقولي اشبينك وبينها دزمر ان تدخل على مرة قد قداش و تخرج عليها على مالك شنوبينك وبينها و احقك اتناس ما ادراني و احقك شده لهم بلاسة و احقك هذه مهم كي امره له راسه و الراجل مرة مرة كان يتقلق بالحق انا كنت كان بالردو و كنقوله شوف الاجرة و الناس صعيب باش تديرو ماشي سهل و فاش كي يجودوه معايا انا كنقولوه مخالتي هذه و باش اللوحة مغنلوحاش عندي درها مغنقسم معاها ما عندي اجدرها مغنخرج و نتلبيها اما باش نتفارق انا و اياها والله ما نتفارق معا حتى انا شفت الوقت اللي هزيتها حتى شي واحد مبقى سول و احتقاعي اللي بغي تردها مبقى عندي فيه نردها و زيدون مغنردهاش المهم بقيت انا و الراجل هاكاك الراجل كان مرة مرة يطلع لي الدم في شحال ماشي بزاف ولكن دغياك يرجح و اصعك في الامور كترشاعة و تاني مزيانة المهمة البنات غدي ندوز مع هذيك خالتي المدة دي الواحد شهور 9 شهور راجلي قدي تجيه واحد ترقية ما عرفتش البنات كيفاش جاتوا بقي الى يوم من الان هو فاش كان قلت انا وياهو كيقول يشوفي كيقول يربي احطانا رزق هذيك السيدة هذا رزق هذيك السيدة حين زيما لا علاقة زيما واحد ترقية جات في واحد الوقت لراجلي ما كانش نهائيا معول اليها فرحنا بها الحمد لله الامور مش الطبيئية تمت نفسنا واحد شوية و بقينا جارين حتى دست قريبا واحد العام و تلت شهور عام و اربع شهور ما زال ما كملت عام و نص يعني عام و نص بجت عندي خالتي ارى ليكم الدار اللي كارينها احنا يا ملاهمات و ملاها ولدوا كاملين حيشين على برا المهم كانوا جاو وقفوا مع ابهم حتى زعمات سابه يتدفنوا و هدوزوا هذيك المراسيم كاملة من مراها كانوا جاو حند راجلي قلوا لي بغينا الدار او لا بغينا الدار او لا نبيعوها قال لي عام راجلي هل تتمك تشوفوا انا مانين فين نمشي انا كارينا و من قدر السمين يحطن لها يالام اخر قالوا انا الريبة ما اندي منذر بها فلوس مجموعين ما انديش البركة اللي اندي قليلة المهم بدراني مشام وحنا بقنا قاسين شدين راشنا انا ما انكدبش اعليكم شدتني القفقافة حينت الدار اللي كارية كانت دار زوينة ولاخرش منها ومشيت البلاسة اخرى غلق غلق وما غلقش دك الشي اللي بغيت وده كل يامات عينية ما كانوش كنشفو من الدموع كنت عطيها غير لبكا ونقول حتى كنقول الامور تحسنات هيا او ثاني بداتك التقلب المهم هي هاديك وبقينا هاكاك مكاملة حتى 15 يوم قادة غادي يجي او ثاني هادك السيد عن دراجلي وغادي يقول لي راه الحاجة جدوات معنا وقال تدوك الناس اللي يعمرها دار وكانوا كي خلصوا بكم لشهر وما تخرجوهمش وما ما تخرجوهمش إلا كنتوا بغين تبيعوا شوفوا كيف تديروا معهم وبيعوا ليهم همانيت نادراجلي قالي انا ما كراتش نشري والكرا ما عنديش الفلوس وما نقدرش ندخل البنكة قالوا شوف مادم قلت لي هاد الهاضر احترمتك ونقدر ندل معك تسهيلات المهم خاصتك غير تعطيني زعمال افون شي حاجة كثيرة قالوا انا والله ما عندي قالوا انا يا الله عايش مع الوقت حاط واحد جوش المليون في البنكة هي اللي كتدور عندي هذه جوش المليون حاطها سكور كنقول لها ربما يوقع شي مشكل امرض لي شي واحد ما كرقصها قالوا زعمال من غيرها راه ما كنش قالوا جوش المليون واش كدت بحك عليها ضرب الثامان وانتك تقول لي يا جوش المليون قالوا نكدب عليك هات الشي اللي كان قال لي يا وصافي والسيد مش مقلق راجي جلدار قال لي يدك الهاضراء شوف تفراج لي وقلت له هاد الوش حال بغاو قالوا يا الله ما عرف سكت له عيط لي وصوله عيط لي وصوله قالوا زعمال ما نقدر زعمال سبق ليك وانتكاتبو دك الشي وشي الاخر يبقى كريدي هاد سبق أبي والسود لها مطلق راجي بالسفارة كبير قللوا لها كريم لي عندكم عشر سنين وهذي وهذا ما بزبع لي يا هات الثامان قالوا لي هما سوقيش انا بغاو عن بيها المهم قلل لها راجي سوف أعطيها غير البكاء عشان لكم ما تبقيتش عارفه ما سنقدر شفت فتعيت اللى بس جلابتوا يقول الراجل يا الله نمشي وانتدار لحاج لانتدار ديرها اذا ادخلت ادخلت المرأة وقالت لها اول مرة ان ارى انه مرته كان راجل يسرطه في الهجم والاستهار من يتحرك الفلوس في الاحترام وقالت لها السلام السلام كنت أخبرت لي مرحبا بك يا بنتي يجب أن يدخلت في هذا المكان كنت أرى يا خالتي لديه مرحبا بيلي كنت أخبرت لي لكي أننا سنورت تلك الحرام وعبت ليها الضروف وكتبنا لكريا لن يسرع بك وعند تشريك لا أعطي وراج المحلوب والريبة التي لا تدخلها قلت لها كيف تعمل حول موضوك احضر سكن قوصي قوصي أقصي فقط أعطي فقط سأعطي السكن القوصي سأقصي السكن القوصي ورى دائما سأشتر ومعن انا خالصي سأطلق لها من صفح لا يمكنني موضوك السكن القوصي صغير سنقص الدراري سوف يضطروا الدناني في الصالون لان البيت صغير لا يستطيع ازليه والدي كاملين معهم خالتي حتى هي قلت له من يمكن لي المهم ويتقول لي بنيتيش غدي نقول لك قلت له خالتي يشوفوا معنا كيف تديره قلت له انا نقدر زعما نقول لي هم يتفهموا معكم في الثامن تسعيلات في الآداء قلت له اي حال عندك قلت له خالتي لجوش المليون هنا نشوف راجلي قلت له ونقدروا نبيعه موبيل راجلي هاد الهضر قلت له ونحن لديهم ما يعرفه قلت له اي حال ماذا تماما جميع الشخصية قلت لها ونحن لديهم تسبب لي وعنها اتباع الطموبيل كانت حال ماذا تماما فليست الهضر كانت لي قلت له السعود قلت له ما كنت اخذها قلت له كانوا ذهب قلت له ما كنت اخذى تقلقه قلت له قالوا هم تسلقون فرقون ونزلون ونستطيعون فتو 13 مليون قلت لي يا ابنسي ما يكون خير الخير ستسلوا ومسح دموعك وربية اللي فيها الخير المهم خرجنا من المورة بل ينهار في الطموبيل قال لي انت يا مني ستجد 13 مليون وش انت يا هدولي قلت لي ستلقون وانا لبقس الطموبيل لكي ستتمشى والطموبيل هي رجلية بل ينهار انا شوفت فيه وكتود ابنت تشيف السيدة خير قاتت يتقبل الدار بزبالت الفلوس ونسبقة تعطيها 13 مليون قال لي يا شوفي انا ما قادش على هذا الشي ما ما قادش حسين قاعمة تعييت لينا قلت له وصفيرا ما قادشش عيط لك المهم شي لدار البنات دخلنا داس هذا الشي مهم لك سمانة كاملة راسي كدورهوك وكدورهوك وخاصة فستيدة مع اي تاتش سنبقى حتصفية غنفقد الامان وديس كنفكر حرفيا اشنو غندير الى مثلا نخرجونا من الدار انا ما كونش عارفة بالتبزع ما شنو قدروا نديرو حلاك نخلصوك لنا ولكن يقدروا يقولوك احنا بغي نظارنا المهمية هاديك غدي نبقواها كاك حتى الواحد الصباح تليفون ديالي صونة كتب لي واحد نمر مرة مرة مدخلات عندي لتليفون جاوب تسكل القصة ودي لهاديك المرة كديرا لبسع لي كديرا مع صححها الحمدول الله قد يشوفي ابنيتي سوف نديرو اسمع اولادي وراه بززز قالوا لي يا واخا سوف تتفق سمعهم ان الدار سوف نخليها لك بقدة وقدة واعطيوني هذه البراكة بل حق في راس كل شهر لا سوف تعطيوني الكرة اللي كنتو تعطيوني سوف تعطيوني قدة وقدة قريبا انضوبل ديال الكرة يعني في حالة ريتاز سوف يبقى وغير ما بيننا وما بين هذه السيدة مهم كتليها واخا اعطيني غير شوية الوقت نديرو مع راجلي وهنا معك اوهز التلفون وقلت لراجلي وراجلي بتاكي غوت ويقول لي اقول لي مني غنجيب ليها فلوسكرا ومني غنجيب ليها 13 مليون تلبون زو ونقول لي شوف راي هذي فرصة معمرها ما تتعوض المهم السي يتدورها فرصة وشوية ومن بعد قريحنا غنتبعوك في هذه الهبال حتنشوفوا اشنو غادي نديرو وانا كنقول وشوف غير سبعني ويكون خير المهمية هذيك هذيك التوموبيل ديالو حطها في بيع انا درت عند الناس والحمد لله ما كنشي واحد اللي قلت لي اعطيني ومعطانيش كنت جمعت لها بزز هذيك 13 مليون بعناني توموبيل بعت واحد دهيب كان عندي مهم جمعنا هذيك 13 مليون احمدينها لها مشينا باش نتكاذبو تكاتبنا على هذيك الدار جينا وليت اهنا كنقول الراجل شوف خد هذيك شئ لغيك فيك وعطيني انا الفلوس كامني انا غنعرف كيفاش ندليهم كنت كنخرج هذيك الفلوس كنت انا صافقنا معهم بطريطات كل شهر كنت احطمهم هم اللولي وفاش كنت نشوف هذيك الشي اللي بقاليه كنت شدني الرعدة وهاذيك الشي اللي كي بقاليه كليل بزاف وما يكفي نحتفى عشرية من اللولة المهم كنت وكال على الله وكنقول بسم الله وما نكذبش عليكم البنات ما كان عرفش الخير مني كيتكفى عليها كنت ادو الشهر ديالي كامل ما كانت تسلف محتشي حاجه ما عرفتش البنات ما عرفتش ما عرفتش شراج لي بعد مرات كي قديري هذي كنقول لوقت امن بالله ما عرفت المهم بقينا عايشين هاكا كالبنات الحمد لله الامور غادي وكاد زيان درالي كانوا كي قروم زيان كنا عايشين باخير واكلين شاربين لابسين جيت حسبتيها ممسلكاش عايشين ما عرفتش كيفاش ما غادي نقول لكم واحد الرزق واحد واحد ما عرفش البنات كيفاش كيفاش غادي نشرح ليكم واحد فداري وفي شقايا را نلحك في هادي تيسر نخرج للسوق ندى معايا غير شوية نجيب بزاف اه كنت عايشة في واحد النعمة را ما نقدرش نوصفها ليكم كيفاش ديرها كان بعد المرات كالنهار اللي مثلا في عشية كلاشي كتصفر وخاصة في كل يامة الأخرى كلاشي كتصفر ما فيها ميدار كانت ملاقصة مع الرجل وقالت له احقا محقا ليس بيقولين يا خالتك راجلي كان شاهدتي انا عارف انها تشيلي اعتقدين من اعدابه رزق خالتك وقالي اتصر ديال خالتك حيث احتهوه وانه الخدمة ديال تهيب باستفد الحاجة لا نسيش الطموبيل انا لم تكن ابنائي بنات انا لم تكن ابنائي بنات احد دلت شهور الخدمة ديال خرجوا لي الطموبيل خرجوا لي الدوب لفات لأنهم كانوا يزولون بلاسة وبدأت بلاسة بلاسة تكشيرها غريبة غريبة البنات غريبة لأحد درجة لم يكن قطعها على البال نرجع لكم هذه النقطة في بعض المرات لأن كل شيء تصفر وكانت قاسر يقول الله يا ربي الله ما سنجد اليوم يقدر نغضاء الرجل اللي أصبحت عليها أصبع وقالت له أعطيني تصرفيقة يعني ما سنجد شيء ما سنجد ما سنجد شيء ما سنجد حتى يتخرج لي في العشية وكيدخل محمل مجمل وبعد المرات يدور معي ما كنسوولوش ما كنقلوا لمني جبتي وليع ليش درتي كنهزدك البراكة وكندخلها وكندرب الطم وكنسكت وكنوكل ولادي وكنشربهم أعطيني بعد المرات يتقدر هيديك الشيعة كي يجي شي واحد ولكن يصري الأمور في شي حاجة شوفوا كنت واكلة شاربة لابسة عيشة باخر الواكلين خالتي واكلة واكلة شاربة وحسب ونحن نتكون عيني لا يتحدث ونحن نتكلم ونحن نتكلم ونحن نتكلم قبل أن أموت جديد لأيدي وعطيك الرضاية بنيتي في مكان هذا زيت الذي أحد مرحبت لها الرجل ما يكلمون بكيته و راجلي راجلي سوف يحمق فيها الأمر كانت الأمر بحاجة الجمعة للأقليل و أخذت من الأشياء و اشتركتهم أموت كل شيء واحد قلت لهم سوف ينبشون ذلك سأجدوا و مجموعة سوف تجدوا لمعناء أموت و فعلا كنت تكملت هذا الشيء و كركبت عليها يا إباد الله هتشي واحد مدان عندي شي حاجة قلت لهم تصدق عليها انا اللي بغيت تصدق عليها مشي تصدق عليها في داره و والدها لما قالوا لي انا محضرتش مشاهدة لها العشاكي في داير المهم ما كاملاش على موت خالتي تقلباناش رأيكم شي سيمانا راجلي هو يقول اسمعايا ويقول لي غنقولك واحد تسر كونساترو قلت لي و اللي هو قلت لي تخيلي قلت لي انا ركي عارفة كنت خدام في البيرو قلت ليو بجدي باب قلت لي م philosoph الهولget قلت لي ومن بعد أنت هي معروفة مالس Dude plasma وث في البيرو فقوا ليت يكيني Guidو انا اتخفي باب وقلت لي قلت لي يدري بعد هذا مجد في الماهات american وانت نريد الى عن تكيني قلت لي اطيني 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 بجعبته قلت لي بديه فوق مدليه قلت ليكو أنا لم تعاد بها ريال نريد التكينب لا تعرض انها التبائل 不過 بعض انت يملكو индوياتanced Cs 2025 ال lain لو صارح كنت أعيش بها و و قلت نظر حتى نعيه و قلت أنه فإنها سيظة خيرين فانتين يحيق المرزق و قلت أنه شاء مرزقه فقد قلت أنه السيدة و قلت لها ما شوفك و قلت لها نهار لأنه لا يكون هناك أشياء جميع و أكثر من الدنيا كنت تدخل على يدك القفيفة او تدور معي او يسير لي اربي في شيء او كيف كنت عايشة قلت له تخيل الشهر كامل تشطيه في الولد و بعد المرات 12 في ريال و بعد المرات 10 في ريال كان الشهر اللي خصني اديها للطبيب والدواء و تشطيه في ريال لا اربي في شيء او حاجة الريال لا تشطيه قلت له الشهر كامل كان ناكله و كان شربه و كان وكل الولادي و كان لبساهم اربي بالخطيج لم يكن هرب تشطيه و لكن لنا عرفت ذلك الرزق كيف انت كنتم اجوز ليس عرفت ذلك الرزق الله سبحان الله سبحان الله البنات انا اليوم ما جاءت مكتب فيها اجابة القصة كيف تسمع ربك لانية العيالات و اكبر و عائلات و رجالاتهم اخافوا من الوقت من الوقت ان تخير اعرف الله و يريكا اكفيه و ربي لا يزاكي او اخبرك اكون اريكا و نرزق الله Peg لان اخبره اجربه انا الحمد لله اليوم كمات الكريدي ديال داري وعيش في فوق فيقي ولكن كان رجع وكان قول ان بقي الى يوم من الان لحد الساعة اللي كنهضر معاكم الخير ديال خالتي هو ليعيش فيه عيش فيه في صحتي الحمد لله تحشى مراقساني تخيلوا ابنت خالاتي كاملات اخواتاتي انا اخواتاتي انا مكيناش لما كتقلتش معه وكتقول لك دارني الكابي دارني دهري فيها الراس دارني هادي كلهم عوجات ما عندهم اي صحة ليه انا الحمد لله اي الى اليوم من الان كنظر الحمد لله اذا اردوه كارتك وتعالى حاجه ما صيباني ولداتي كاملين راهم كيقرأوا ما كيش اللي كنت بعوك قصر ما كانش عندي الوقت ما كيش لينتبعوا ما كيش لين اضر ما كيش اللي كقول لي حتى قرأوا ولا مقرأت ما عمرني درت ليهم سواع كيجو من الوائل ديال قاسم داخلت قرأتهم راجلي علاقتي معها تحسنت بثاف انا لم نقش لكم العيشة اللي وليت عيشة انا ويحطت علي الراس كيقولي انا عارف ان هالي انطيع غلقك وكان قولو انا عارفة ان هالي غلقك حينت انا شتوب عينية وشفت هذا الشيء اللي كان يدير اليها و هو كان يشوف هذا الشيء اللي كانت تدير اليها يعني كيقولي يرى ما اعتدت انت تتاقة اللي كتكون ما عمرني حصلته ما عمرني سمج عليه شي حاجة سيد مدقيها في خدمته و ربي ميسر لي و انا ميسر لي كما صارحة البنات ما عمرني مانتوس و ما عمرني مغندم وهذي السيدة لا اقدر اوصف لكم كيفاش داد السغيل القنازة و الموت ديالها و اقبرها و ارسين ان كل شيء كل شيء اللي كانوا يحفروا في قبرها كيفاش يهزوا الباله و تتحل ارى سبحان الله لا يوجد السيدة اللي لا يوجد اوصف اللي على هذا الشيء اللي عاشت و هذا الشيء اللي بقي انا عيشت في خيرها اليوم من الآن انا اليوم اتجارك معكم هذه القصة كيف مكلكم لكي يكون ايمانكم في الله قوي وكي تعرفوا ان الخير تلقاه وهذا الشخص الذي لا يطلقه بسرة لا تدعم الخير ولم تتسنى الشخص الذي يردو لك الخير انت هك ربي يردو لك هك ماذا يردو لك يقدر يرجع نعكدك السيد ويقدر يكون ولد الحرام والحق يكون مؤكد ان من جاء اخرى خير يرجع خير يرجع يقدر يرجع لك في ولادك يقدر يرجع لك في صحتك يقدر يرجع لك في مالك يقدر يرجع لك في واحد المشكلة التي تغطح فيها ربي يطلعو لك يعني ما غا يوصلش لك الخير دي للخير ونسح نغزالة ديالي هنا ثلاث قصة ديالنا ما تنسوش كيف العادة تخليوا الاراء وتعليق ديالكم صاحبة القصة وما تنسوني شطبعا من تعليق زوينة ديالكم هنا مبقى لي الا نقول لكم ما سخيتش بكم تلقوا ان شاء الله في قصة جديدة السلام عليكم